المعنى الثالث الإيماني نقول أن رمضان يعني سوق سوق للأخرة وليس سوقا للدنيا كما نتصوره البعض كان سوق للأخرة قيمة الخيام والتجارات إما بالصيام أو بالقيام أو بالقرآن أو غير ذلك ومواعد الرحمن وطعام الطعام وقيام الليل والعمرة والاعتكافات فهذا سوق من أسواق الأخرة وقد انتهى هذا السوق ولكن بقى سوق آخر وهو سوق الدنيا عموما فكما قال النفس السلام الدنيا سوق قام ثم انفض ربح فيه من ربح وخسر من خسر كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها فبائع نفسه أي إلى الله عز وجل فمعتقها يعني مخلصها من النار أو بائع نفسه للشيطان فمبقها أي مهلكها فنقول انتهى سوق الدنيا وكانت فيه الصيام يوم بألف يوم وصلاة سجدة بألف سجدة وتسبيحة بألف تسبيحة فهذا السوق اجتهد فيه من اجتهد وتكاسل من تكاسل ولكن يبقى السوق الأساسي وهو سوق الدنيا فلا تكن رمضانيا فما زال سوق الدنيا يعني قائم اخي انما الدنيا كسوق قد تزينت اقيم لنا وانفض عمر الفوانية وكل امرئ لا بد يدخل سوقها سواء بهذا كارها ام راضية ولا بد من بيع ولا بد من شرا ولا بد يمشي ريحا او غادية وسلعته الكبرى التي يبيعها هي النفس لكن من يكون الشارية فان باعها لله اعتقى اذا وكان له من جمرة النار واقية وجنة ربي كانت الثمن الذي سيقبضه الانسان فرحان راضية وقد ربح البيع الذي تم عقده وجل الاله المشتري جل ربها فنقول ما زالت سوق الاخرة وسوق الدنيا يعني قائمة وان انتهى سوق رمضان الوقفة ربيع نقول لي ان هل قطفنا سمرة رمضان وهل قبلت مننا الاعمال التي عملناها في شهر رمضان لا شك ان هذا من الغيب لكن هناك علامات من هذه العلامات نقول ان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها فاذا قبل الله عز وجل من الانسان عمل صالح او حسنة فمن الثوابها ومن مكافأة الله عز وجل لهذا العامل ان يوفقه الله عز وجل الى حسنة اخرى فمن صنب النهر يوفق للقيام بالليل وهكذا فالانسان يعني يعلم يعني هل قبلت اعماله او لا بكيف هو من الحسنات ومن الاعمال الصالحة فهل نحن بعد رمضان يعني احسن مما كنا قبل رمضان هل نحن اخرب الى الله عز وجل كنا ذكرنا يعني في بداية الشهر او قبل دخول الشهر يعني ان رمضان يتميز بعدة يعني اشياء او انه فرصة لعدة اشياء الامر الاول انه يعني فرصة لنقلة نوعية من الايمان الى التقوى يا ايه الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم لعلكم تتقون اي تصلون بالصيام الى تقوى الله عز وجل وتقوى هي علم القلب بقرب الرب استشعار قرب الله عز وجل منك واطلاع الله عز وجل عليك فهل انت استشعرت ذلك في رمضان وانت ما زلت استشعر ذلك بعد رمضان انك صرت تراقب الله عز وجل وما زلت يعني قوي في غض البصر وامساك اللسان والتورع عن الزور وقول الزور واخذ الرشا والمال الحرام واذاء المسلمين وغي ذلك من المعاصي هل انت ما زلت على هذا العهد او انك صرت بعد رمضان كما كنت قبل رمضان فانا اقول تستطيع ان تعرف هل قبلت منك عبادات رمضان وطاعات رمضان او انها كانت مجرد صيام وخيام واهون الصيام كما روية في الحديث ترك الشراب والطعام هذا اهون الصيام وكم من صائم ليس لهم صيام الا الجوع والعطش وكم من قائم ليس لهم من قيام الا السهر فانا اقول هذه يعني علامات وما قيسنا استطيع ان نقيس بها يعني هل قبل من رمضان ام لا اه ايضا كان من يعني في رمضان كنا نتدرب على التشبه بالصالحين فالصالحون يعني لا يقومون رمضان فحسب فكثير من الناس يقوم الليل في رمضان صلاة الترويح ولكن ينتهي رمضان فينتهي قيام الليل اه اه كما ان بعض الناس مثلا بيصلي الجمعة ويظن انه مجرد انه بيصلي الجمعة يعني ممكن يغفر لأنه هو بيصلي الصلاة الخمس فهذا الظن ظن فاسد فهذا واجب وهذا واجب فرض عليه الصلاة الخمس وواجب عليه الصلاة الجمعة كذلك ينبغي علينا أن نعلم أن الإنسان ينبغي أن يستمر على الطاعة والعبادة وكان غمضان في الطريق يعني شحذ للهمم واجتهد أكثر في الطاعة والعبادة ولكن ليس معنى ذلك يعني أن بعد انقضاء روضان نترك العبادات والطاعة